في ظل أزمة إنسانية تتعاظم يوماً بعد يوم تتصاعد أصوات المنشدة من مختلف دول العالم داعية معطنها في لبنان إلى مغادرة البلاد حيث يزداد القصف والعدوان الإسرائيلي بشكل متواصل في هذه اللحظات العصيبة تظهر الحكومات حرصها على سلامة رعاياها محذرة من المخاطر الجسيمة التي تهدد حياتهم في ظل التصايد العسكري الحكومة الأمريكية شددت في بهان رسمي لها على أهمية مغادرة مواطنها لبنان مشيرة إلى أن الوضع الأمني قد يزداد سوءاً في أي لحظة ودعت جميع المواطنين الذين لم يتوجهوا بعد إلى اتخاذ تدابير فورية للعودة إلى وطنهم كما أصدرت حكومات أوروبية مثل فرنسا وألمانيا تحذيرات ممثلة وحثت رعاياها على ترك لبنان موجهة تحذيرات حول احتمال تصاعد الأعمال العدائية وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الوضع الأمني غير مستقر ما يجعل العودة إلى البلاد خطوة ضرورية من جانبها قامت الحكومة البريطانية بإصدار تنبيهات جديدة معضحة أن هناك تهديدات متزايدة قد تؤثر على الأمن العام وعليه دعت لندن مواطنيها إلى الابتعاد عن المناطق المتوترة والعودة إلى الوطن في أسرع وقت ممكن كما قامت دول عربية مثل السعودية والإمارات بترتيب عمليات إجلاء لمواطنيها من لبنان وفي سياق هذا الوضع المتفجر أعلنت عدة دول إلغاء رحلات الطيران من وإلى مطار بيروت في قرار يأتي بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مناطق سكنية ومدنية يأتي هذا في وقت يشهد فيه لبنان حالة من القلق المتزايد حيث تواصل الأوضاع الأمنية التدهور ما يؤثر على حياة المواطنين والمقيمين في البلاد وفي خضم هذا التصعيد تبرز أهمية التضامن الدولي ودعم الجهود الإنسانية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب اللبناني الذي يواجه واحدة من أصعب لحظاته التاريخية